يعني خلينا نقول يا جماعة ان احنا في بعض الاسئلة لازم يكون عندنا قيمة الاتزان ليه طيب؟ لان احنا بنتكلم في الفتوى احنا متكلمش عن مشاعرنا طبعا بلا شك انا قلبي ممكن يكون بيتوجع انا بصدر فتوى على ألم حد لكن احنا بنتكلم في الحق بنتكلم في الحلال والحرام بنكلم في مين مستحق ومين مش مستحق فلازم الكلام يكون بهذا القدر من الوضوح عشان محدش يدعي ان هو ليه حق بمجرد كلام مفتي لكن احنا بنقول ايه اللي ممكن يوصل الانسان الى حقه عشان نقدر نتعامل معه